بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر فايف بارت سيرتين ديستربيوشن اوف مومنت اللي هو توزيع العزوم اللي احنا حسبناها قبل كله طب انا لو عندي اللي اوت بالشكل دوت وده تووي فلات سلاب ديت الكولمس اللي عندي زي ما احنا شايفين ما فيش اعماده بينها وديه الـ Center Lines بتاعت الكولمس تعال انعرف نقول فيه L1 اللي هي المسافة بتاعت الاسمان من الـ Center Lines بتاعة الكولم الى Center Lines بتاعت الكولم التالي LN هي Clear Spacing Clear Spacing هي المسافة من ال Face-to-Face بتاعت الكولمس المسافة في الاتجاه القصير هي عبارة عن L2 طيب بنقسم الفريمز إزاي اللي عندي فبنقول للفريمز اللي عندي إزا ما احنا شايفين ده عبارة عن فريم بناخد من السنتر لاين بتاع البلاطة للسنتر لاين بتاع البلاطة التالية يبقى في الحالة ديت أنا عندي فريم EW2 نفس الكلام الفريم اللي بعده وبعد كده فيه الاند فريم اللي هو EW أو EW1 يبقى دي طريقة تقسيم الفريمز فيه الاتجاه اللي هو بتاع النورس نكمل مع بعض في الاتجاه التاني اللي هو الاتجاه القصير برضو دي المسافة اللي هي بين الكولامز ده اللي كلير اللي هو LN بنقسم الفريمز بنفس الطريقة بمعنى ان اي فريم اللي هو فيه الخط بتاع الكولامز بناخد نص البلاطة من الجهتين اللي هي المسافة center to center يبقى بالتالي يعني على الرسمة ديت يبقى عندي كم فريم يبقى دي واحد اتنين ثلاثة اربعة او انت رتب الفريمز بتاعتك باي طريقة او باي سيمبلز يبقى في الحالة دي انت عرفت عندك كم فريمز في الاتجاه الطويل وعدد الفريمز في الاتجاه القصير الخطوة المهمة اللي بعد كده بنحسب ما يسمى بالستاتيك مومنت او الاستاتيك المومنت على كل شريحة او على كل فريم هو عبارة عن W اللي هي الفاكتورد لود بريونت الاتنين الاتنين ده يعني انا عندي شريحة يبقى ادي يبقى المسافة دي اللي هي face to face هي عبارة عن ال طبع عرض الشريحة اللي هو ال اللي هو الاتجاه العمودي الاتجاه العمودي يبقى الستاتيك المومنت دوت طبعا في لسكويرا على تمانية بنوزعه بعد كده على الكولم وعلى الفيلد استريب